بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه بنكون سعداء وأنا عن نفسي بستنى اليوم دوت بفارغ الصبر علشان نتعايش بقلوبنا مرة تانية ليلة وليلة وألف مليون ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يكفناش إن إحنا نقضل عمر كله في بيت حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي أوعى تنسى وأوعى تنسى الحياة الهدايا أغلبها ما بقتش تجينا عن طريق الاسم اس معين أنا منتظر إن شاء الله تواصلكم طوال الأسبوع من خلال الاسم اس لكن بيجينا الحياة أغلب الهدايا على الموبايل الشخص فتاعي عموما تيجي هنا أو هنا الموم إن إحنا نلاقي الهدايا الجميلة من إخواننا وأخواتنا المسلمين وإن إحنا نلاقي كل الخير دوت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي السلام كلها خير والله العظيم زي ما قلت لكم منتظر تواصلكم طوال الحلقة وخلال الأسبوع كله وإن شاء الله مكالماتكم أنا مستنيها في آخر الحلقة إن شاء الله البنامج زي ما قلنا عن حياتنا كلها ومش فقط عن الحياة الزوجية لكن عن حياتنا كلها منهك حياة هنعيش مع بعض إن شاء الله ونسعد به في ظل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخوي وحبيبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا تعالوا نخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم حس معايا المعنى الجميل دوت أنا وإنت 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 وكلنا مع بعض الآن دخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين هدوء وسكينة زي ما نقول كل مرة عايزين هدوء وسكينة وعايزين ندفع ما فيش حاجة عندنا ببلاش كل حاجة عندنا لها تمن وتمن دخول بيت الرسول عليه وسلم أن أنت تصلي على حبيبك وشفيعك وسيدك ومعلمك صلى الله عليه وسلم صلى عليه على قد ما تقدر مش قولك خمسة ولا عشة ولا ألف النبي عليه الصلاة والسلام يستاهل مننا ويستحق مننا أن احنا نفضل نصلى عليه العمر كله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ألف مبروك خدت التأشيرة وداخل معانا بيت الرسول حس بالمعنى دوت داخل لقيت النبي قاعد صلى الله عليه وسلم وحسن الموقف دوت حكاة يعني الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد الرجل ده طيب جدا جدا بس يعني عنده مشكلة مع قريبه وعشان كده عنوان حلقة النهاردة عن صلاة الرحم وأنا سعيد جدا بالحلقة دي بالذات لأن أتمنى أنها تغير حاجة من جوانا علشان فعلا نتعايش مع الدين قلبا وقالبا دين وواقع حياة ودنيا وآخرة لأنه هو ده دين يا جماعة الدين مش مجرد فقط أن أنا يكون عندي معلومات دينية أو أن أنا عايش حياتي الحمد لله بصلي وبس لا أعايزين تعاملات أعايزين معاملات الدين المعاملة أنا عارف الحديث لا يصح لكن معانا صحيح وخب بالك الموقف أنه واحد داخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي قرابة ناس أريبي بقى يعني صلة أرحم إن لي قرابة أصلهم قد بالك المخابر بقى إيه ويقطعوني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي أخو برا بيد راجل ده مسكين خالص وتعبان ويعني بصراحة يعني جزاء الله خير يعني لهم استحملوا مين يستحمل الكلام ده أنا أصل أريبي وهم ما يسألوش فيها أنا اللي يسأل علي يسأل عليه واللي ما يسألش مش هسأل عليه مش هيدي معاملة الناس لكن مش هيدي المعاملة اللي دلان عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللي حاجة تانيا أحسنوا إليهم ويسيئون إلي معقولة بقى هل جزاءوا الإحسان إلا الإحسان بقى جزاء المعروف ضرب الكفوف زي ما بقولوا يعني المسأل بتاعنا لا يعني المفروض بقى الواحد إيه مضمت أنا بحسن إليهم وهم ما بيسيئوا إلي أنا مش هتعامل معهم تاني خالصوا ربنا يعذرني لا يا أخوة وحبيبي ربنا بري فيك هصحح لك المعلومة صلة الرحم مش معلها إن أنا حلو قوي قوي مع رايبي فهم كمان حلوين معايا فأنا عشان كده كويس معهم لا ده صلة الرحم إنهم حتى لو كانوا وحشين معاك مش عايزين يشوفوك مش عايزين يعني يتعرفوا عليك مش عايزين يقربوا منك ولا يقربوك منهم أنت برضو لازم تصل للرحم ولو حتى بزيارة كل شهر ولو حتى بزيارة حتى في الأعياد ولو بمكالمات التليفون ولو بالمسج ولو بأي حاجة المهم أن أنت لا تقطع الرحم الراجل ده وبيقول إن لي قرابة يا رسال الله أصلهم ويقطعوني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم بيئزوني كمان يعني فوق ده كله يعني مش مغررت كمان إنهم ما بيعملونيش معاملة كويسة طب بيعملونيش معاملة كويسة أنا صابر ما فيش مشكلة إنما فوق ده كله كمان بيئزوني كمان أرايب وبيئزوني سبحان الله خذ بالك وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم رغم كل الأزدة ويجهلون علي يوم حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم برضو بيحتمل إن الراجل ده ممكن يكون صادق وممكن يكون مش صادق فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحط لنا قاعدة بالنسبة لو كان واحد بيعمل كده فعلا وهو صادق في كلامه قال لئن كنت كما قلت لو كنت فعلا بتعمل اللي انت قلت عليه ده وأريبك بيعمله معاك اللي انت قلت ده كله لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنك بترمع عليهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك شوف ما دمت على ذلك حطت تحتها ألف مليون خط بدمت انت بتعمل العمل ده لوجه اللي استمري في إحسانك بدمت بتعمل العمل ده ابتغاء مرضات اللي استبر في إحسانك استمر مع أريبك بتروح لأريبك بتخبط مش عايزين يفتحوا بيبص من هنا السحرية ما فتحوش اتصلت بالتليفون ما ردوش عليك اتصلت على الموبايل ما حدش سأل فيك بعدت ميسج ما حدش رد عليك اعمل اللي عليك واستمر لما دون تبتعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله تقول لي بس دي فيها ايهانة برضا يا شيخ محمود يعني الانسان برضو انسان يعني برضو ليه كرامة يا اخي اي نعم ليه كرامة صح انا معاك وموافق بس اخذ بالك من حاجة بدون تبتعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله ما يهمكش اللي حصل خصوصا ان انت لك اجر كبير جدا جدا اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل المهم بقى الحتة اللي جاية ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك داوم اخوي وحبيبي على صلة الرحم ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يعني اللي هو ارحم بنا من رحمة الام بتفلها الرضيع اوجب علينا صلة الرحم ايه ده هي صلة الرحم مش مستحبة يعني هي واجبة ولا مستحبة لا طبعا واجبة يعني انا اقثم لو قطعت رحمي طبعا يعني المسألة مش مسألة اختيار لا مش مسألة اختيار اخوي وحبيبي المسألة مسألة اجبار دا فرض عليك فريدة الرحم واجبة على كل مسلم قال جل وعلا ان الله يأمر يأمر أمره يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة هذه صلة الرحم قال جل وعلا وآت ذا القربة حق ليه حق يا اخي عندك وآت ذا القربة حقه هو المسكين وابن السبيل قال جل وعلا في الحديث الكدسي الصحيح الذي رواه احمد في مسندي ان المولى عز وجل قال انا الله وانا الرحمن اسمع معي الحديث ده بس بعد ما تصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم انا الله ربنا بيقول انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته يا الله دو الله العظيم حديث مرعب اللي يصل الرحم ربنا يصله اي نعم يصله ايه هقولك دلوقتي واللي يقطع الرحم ربنا يقطعه اي نعم يقطعه شفت قديه ربنا اوجب علينا صلة الرحم جميل اوي حلو اوي اوي اللمة والعيلة والشلة والانس الجميل اللي بيحصل ما بين الاخار لما يكونوا بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض وبيراعوا مشاعر بعض وبيزوروا بعض ويهادوا بعض ويحسوا بألام بعض ويحسوا بأفراح بعض بشركك في فرحك وفي حزنك وفي كل حاجة في ألامك وأحزانك وأفراحك أنا أخوك أنا ابن عمك أنا ابن خالتك أنا ابن خالك أنا ابن عمتك أنا قليبك أنا حبيبك اوعى تنسى قريبك أهلك لتهلك المثل بيقول أهلك لتهلك طب تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا في بيت النبي اوعى تنسى صوت هادي سكينة حب جديد جدا بتصغي الكلام النبي بقلبك وودانك بتسمع كلام النبي النبي بيأمورك هتنفز ولا طبعا هتنفز ما أنت بتحب النبي وكلنا في الحب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحيحين في البخاري ومسلم قال الرحم معلقة بالعرش بالله عليك رجع لفظ الحديث معلش أكيد أنت غلطان لا 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 مش غلطان والله ده نص حديث النبي هأقولك من ورقة الرحم معلقة بالعرش بعرش مين عرش مالك الملك ومالك الملك هو في غيره عرش مالك الملك ومالك الملك جل وعلا الرحم معلقة بالعرش تقول الرحمة هي اللي بتكلم هي بتكلم فعلا تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله يا الله ومن الذي أذن لها بذلك الله سبحانه وتعالى اسمع الحديث الثاني برضو في البخاري ومسلم وزي ما اتفقنا دي أمانة علمية مش هوصل لغير حديث يا صحيح يا حسن إن شاء الله ما فيش حاجة ضعيفة واللي هيكون ضعيف هقول لك ده ضعيف زي الدين المعاملة حديث ضعيف لكن معنا صحيح يقول صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا رؤى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنت راجل مؤمن أنت بتؤمن بالله واليوم الآخر طب ليه شرط بقى عندك عشان تثبت لي فعلا أن أنت بتؤمن بالله وباليوم الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه والفق للتعقيب والسرعة مدوم تبتؤمن بالله واليوم الآخر أسرع إلى صلة الرحم اللي لا دي النهاردة بعد الحلقة دي إن شاء الله بعد اما قضيت الوقت الجميل دوت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك تخلص الحلقة ارفع سماعة التلفون لأقرب الأقربين وللناس اللي انت قطعت رحمهم بقالك سنين ومش عايز تتصل عليهم وهم غلطانين في حقك انا عارف وفي مشاكل ما بينكم وبين بعض في المراس الدنيا كلها تهون تحت رجلك وتحت رجليهم المهم ان انتو تبقوا قرايب وحبايب دنيا ايه كده كده انت بيت وهم ميتين وكلنا ميتين انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هنسيب الدنيا وهنسيب الفلوس وهتبقى صلة الرحم يتبع الميتة ثلاثة ماله وأهله وعمله فارجع ماله وأهله المال هيرجع والأهل هيرجعوا وهيبقى العمل ومن ضمن العمل صلة الرحم ربنا يجمعنا وياك يا رب العالمين مع الواصلين الذين يكافئهم الله عز وجل يبقى من كان يؤمنوا بالله واليوم الآخر فليصل رحمة اسمع الحديث الثالث روال بخاري ومسلم أيضا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة هذا مقام العائذ بك من القطيعة الرحم بتشتكي إلى الله من القطيعة فقال جل وعلا أما ترضينا بيقول لي من يا جماعة الله بيقول للرحم بيقولها أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ايه الدليل على كده قال النبي وقرأه إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم جزاهم ايه يا ربي أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يا الله سلم يا رب سلم يا رب سلم شفت قده النبي بيرغبك في صلة الرحم وبيحذرك من أن أنت تقطع الرحم أوعى أوعى أخوتي وحبيبي أوعى تكون إمعة تتعامل مع الناس زي ما بيتعاملوا معاك هيعملوني كويس هبقى كويس مش هيعملوني كويس هعملهم أسوأ معاملة وهوريهم لعين الحمرة أخب بالك لا إحنا إيه مش عايزينك توري حد لعين الحمرة إحنا عايزينك توري الناس الخير كله عايزينك توريهم القلب الأبيض الجميل المتسامح عملك وحش عملهم أحسن معاملة خب بالك من حاجة لو واحد أنا ماشي في الشارع لو واحد شتمني فأنا رضيت عليه فأنا أسوأ منه عارف ليه لأن أنا رضيت عمله فقلت أنا رضيت بالشتمة لو شتمهاني فحبيت أقلده ولذلك الإمام أحمد لما جهله واحد وسبه فقال إذا سبني ندل تزايت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه ولو لم تكن نفسي علي عزيزاته لما كانتها من كل ندل تحاربه الإنسان يعني ولو أن كل كلب ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقانا بديناري كان ينبع في الصبر ماركت أخي وحبيبي عشان كده إحنا محتاجين أن إحنا فعلا نستشعر يعني إيه صلة رحم طيب تيجي نشوف حال النبي مع صلة الرحم هو النبي وصانب صلة الرحم وربنا أوجب علينا صلة الرحم لكن حال النبي بقى ما هو القدوة والأصوة صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حال النبي مع صلة الرحم كانت عاملة إزاي ولا يشهد بكده المسلمين والمشركين إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل هسيبك تصلى على النبي وتستغفر حتى ما نرجع لك دلوقتي حالا خليك معايا طوعة تروح هنا ولا هنا خليك معايا حتى نعيش مع صلة الرحم جزاكم الله خلينا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم منتظر تواصلكم طول الحلقة وطول الأسبوع وإن شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم يا رب يجمعنا على الخير دائما وأتمنى تكون هدية الرسول على السلام الأسبوع ده بالذات إن أكتر الهدايا اللي يجيني صلة رحم صلة رحم بجد عايزك بعد الحلقة بالله عليك تتصل بقريبك اللي أنت مقطعهم وتتصل بحبيبك اللي أنت مقطعهم وتتصل تصالحهم هم اللي غلطوا فيك أنت أحسن منهم سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام حصل خلاب بينه من واحد من الصحابة فالصحابي ده أرسل أليه الرسال قال له يا علي تعالى فصالحني قال له لماذا فقال له لأنك أنت خير مني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وخيروهما الذي يبدأوا بالسلام أوعى تفتكر أنت بتنزل من نفسك أو بتنزل من كرمتك أو بتتهاون في قدر نفسك أبدا أنت بتعل عند ربنا حبيبك صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ربنا هيعزك ربنا هيقل قدرك ربنا هيخلي قدرك عالي جدا عند الله وعند البشر بفضل الله سبحانه وتعالى لو أنك أنت وصلت رحمك وإنت اللي بدأت بالسلام ويريت هدية مرة والله تكلمت عن صلة الرحم والله الذي لا إلى غيره وداخل المكان كده سوبر ماركت كبير كده بشتري في حاجاته كده فجأة لقيت واحد والله وكات الحلقة خلاص الساعة 12 بالليل لقيت واحد بقول لي والله سمعت الحلقة عن صلة الرحم نزلت دلوقتي أجيب هدية عشان أوديها الخالي شوف المنظر فافتكرت إن الوقت متأخر قلت برضو أديني جبتها وبكرة الصبح هو أديله شيء جميل جدا نحن نتفاعل مع صلة الرحم تعالي نشوف حال النبي بقى صلى الله عليه وسلم الكضة والأصوة حبيبنا بقى صلى الله عليه وسلم كان حاله إيه مع صلة الرحم حديث روى البخاري لما نزل الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وقاله وسلم وذهب إلى أمنا خديجة وويقول زملوني زملوني ولما أفقى النبي صلى الله عليه وسلم من خضت الخضاء الله عليه وسلم فإذا به يقول لأمنا خديجة يقول والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليه أمنا خديجة إيه اللي خالك تقولي الكلام ده بالثقة دي كلها قالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعينه على نوائب الظهر أو الحق اللي يعمل زيك كده يا رسول الله لا يمكن ربنا يخزله أبدا أبدا ده مستحيل كان أول حاجة استشهدت بها أمنا خديجة أن النبي لا يخزى أبدا أول حاجة إنك لتصل الرحم وكلام ده إمتى كان يدوب في أول يوم من أيام البعثة إن النبي لسه نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم كان النبي بيصل الرحم حتى في أيام الجاهلية حتى قبل نسول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الرحم لما نزل قول الله عز وجل والحديث روى مسلم وأنذر عشيرتك الأقربين لما تبدأ ابدأ بالأقربين ما ينفحش أنت كرجل بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إنك تدعو كل الناس وتنسى أسرتك وأهلك وأولادك وزوجتك وناسك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كم بيبدأ بالأقربين فقام النبي وصعد على جبل الصفة ونادى يا بني فهرب نادى على بطن كريش يا بني فهرب يا بني عبد مناف يا بني عبد الشمس يا بني هاشم يا بني عبد المطلب فلما اجتمع قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ثم نادى النبي على بنيته وكرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا يبقى دي شهادة الأحباب طب وشهادة الأعداء تعالوا نشوف الأعداء قالوا إيه عن النبي والحديث والله روال بخاري ومسلم أن أبو سفيان وكان لسه ما أسلمشي لما رح لهرقل عظيم الروم فهرقل قعد يسألوا عن النبي بعض الأسئلة فكم من دمنا الأسئلة قال فبماذا يأمركم به أو فماذا يأمركم به هو بأمركم بإيه فذكر له أبو سفيان بعض الأشياء ثم قال له من دمنا الأشياء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة يعني من ضمن المبادئ الأساسية التي بدأ النبي يعرضها على المشركين أن أنا أأمركم بصلة الرحم صلة الرحم اللي ناس كتيرا النهاردة بكل أسف فرطت فيها عارف ليه لأسباب كثيرة جدا نتيجة لضعف الإمام في قلوبنا دوارد ونتيجة لجاه لبعض المسلمين بفضل أو بوجوب صلة الرحم وبفضل صلة الرحم وفي نفس الوقت بوجه لبعض المسلمين بعقوبة قاطع الرحم حاجة تالتة أن بعض الناس بتظن أني مدام هاصل الرحم هيبقى أتكلف هيبقى أدفع فلوس هيبقى أغرم ما لاش لازم يا عم خلينا كده في القطيع لا نغرم ولا هم يغرموا أخوي وحبيبي عشان أنا أتكلف لأريبي وأريبي يتكلفوا لي ده كان من أعظم أسباب قطاعة الرحم عشان كده نقول ما نتكلفش لحد انت راح لحد الهدية اللي تقدر تاخدها ولو ما روحتش بهدية روح سلم عليهم اتطمن عليهم افرد أنا فقير ما عنديش أروح اتطمن عليهم يعني واتطمن على أسرتي وأهلي وحبيبي وهم يتطمنوا علي ولو جوني لا أتكلف اللي موجود في البيت أقدمولهم هم برضو كذلك اللي موجود عندهم يقدمولي لو كان مفيش تكلف والله كانت المسألة تبقى سهلة وهيينة ولينة يعني النهاردة تلاقي موظف فقير يقول ما أنا لو روحت هزور عمي لازم أخد له ترطايا بمي جنيه ومش عارف ايه بخمسين جنيه تابو المرتب كله على بعض خمسون جنيه هعمل ايه نقول له لأ روح له خد له وردة معاك خد له خد له سواك خد له شريط إسلامي خد له أي حاجة بسيطة كده مش هكلفك خمسة جنيه ولا ستة جنيه وروح زور عمك وقوعة تنتنع ولو مش هتاخد ولا حاجة روح وزور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أخو يا حبيبي أقطع الرحم عشان خاطر هدية مش عايزين للدنيا كلها عايزين بس صلة الرحم عايزين بقى فيه صلة الرحم طيب واحد يقول لي شيخ محمود انت فتحت نفسنا لموضوع صلة الرحم ممكن حضراتك تسخل لنا بعض الثمرات اللي ممكن نجنيها من صلة الرحم أولاك خد عندك عشر ثمرات بفضل الله لصلة الرحم بس انت بس صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد معي يا أخي وحبيبي لو عايز تكتب اكتب عناصر بس كده أول حاجة أول ثمر من ثمرات صلة الرحم أن صلة الرحم توصل العبد بربه جل وعلا ولو ما كانش فيه ثمرة إلا الثمرة دي أظن تبقى كفاية قوي صح كده توصل العبد بربه قال جل وعلا أما ترضينا بيقول للرحم أن أصل من وصلك الله طب يعني إيه يصلني المولى عز وجل يصل عبده الفخير بإيه أقول لك بقى يصلك بالرحمة بالعلم بالحلم بالأخلاق الحسنة بنعمة الالتزام بحفظ الكرآن بالزوجة الطيبة بالرزق الوفير بالأولاد الصالحين بالمعامة يعني بص كل خيرات الدنيا بالبلد كده يصلك بخيري الدنيا والآخرة أما ترضينا أن أصل من وصلك فلو وصلك الله بكل خير في الدنيا والآخرة كده أعظم ثمرة تجنيها من صلة الرحم وفضل الله سبحانه وتعالى الثمرة التانية من صلة الرحم تقوّل علاقات الاجتماعية شي طبيعي أنا بزور عمي وبزور خالي وعمتي وخلتي وقريبي وجدتي وناسي وأهلي وحبيبي أنا بزورهم وبحبهم وبيحبوني وفي صلة وبنجتمع في الأعياد وبنقعد مع بعض وبنفتر عند بعض في رمضان وبنهم العظمات وندعو البعض وده من ضمن أسباب دخول الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام ده من ضمن أسباب دخول الجنة لما أعمل كده تتقوّى بقى العلاقات والأواصر يبقى العيلة ما شاء الله كلها ما شاء الله مع بعض كده ما شاء الله الله أكبر ولما حتى يكون عندنا بنات أو شباب بدل ما هنالفت جوازهم الأسرة عارفة بعض عارفين بعض ودرسين بعض وفهمين بعض وعارفين إن بنت فلان ما شاء الله كمّة في التربية والأدب وإن ابن فلان ما شاء الله شاب مترب نقدر نجمع الطيبين مع الطيبين لإن كتير من الأسر لما بعدت عن بعضها بقى الجواز صعب بقى ترحية صعبة وبقى الناس مش حايزة تعرف بعض ليه ليه تقولي الدنيا غلى عشان الدنيا غلى والله العظيم من أسباب زيادة الرزق ونهي السجيلك إن شاء الله صلاة الرحم طيب تعالنا نشوف رقم 3 تجلب للعبد صلاة الرحم تجلب للعبد رضى الرب الله يرضى عنك عايز يأغطر من كده المولى عز وجل بيقول عن نعيم الجنة كذا وكذا وكذا وفي الآخر قال ليه قالوا ورضوان من الله أكبر رضوان المولى عز وجل ورضى المولى عز وجل أعظم من الجنة وما في الجنة ولذلك جاء في الصعيحين إن الحق جل جلاله يطلع على أهل الجنة رب يجعلنا وإياكم منه يا رب فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم فيقول يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولونا وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ده أعظم نعمة إن رب يرضى عنك شان كده أمنيتك أنت كمؤمن إيه اللي بتتمنى إن رب يرضى عني وبتتمنى إيه تاني برضو إن رب يرضى عني لأنه لو رضى عنك هيجلب لك الخير في الدنيا والأخرة بفضل الله سبحانه وتعالى يبي يجلب لك رضى الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله الله أكبر اللي ما يشكرش الناس على معروفهم ويحبهم ويحبوه يبقى ما شكرش ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا اللي سخر لك الناس دولت ربنا اللي سخر لك قريبك دولت عشان تحبهم ويحبوك والتصلهم ويصلوك وتحسن إليهم ويحسنون إليك وتتعامل أمام أحسن معاملة قول لي بس برضو المعاملة بيننا وبين بعض بيني وبين قريب مش كويسة بصراحة يعني حتى لو كانت مش كويسة أنت خليك أحسن منهم هما بيعملوك معاملة سيئة أنت عملوا معاملة كويسة هما بيقفلوا باب في وشك أنت تفتح بابك في وشهم هما بيرضوش عليك في التليفون أنت بعت لهم مسجات وسلم عليهم هما هما بيتطمنوش عليك أنت تطمن عليهم هما ما بيقوش مناسباتك سواء في الحزن أو في الفرح أنت رح لهم هتقول لي هنفرد نفسي عليهم واكسف نفسي مش كسفت نفسي حبيبي في الله والله العظيم ويعني هتزداد رفع وقدر عن ذلك بلا سبحانه وتعالى الثمر الرابعة أن اللي بيصل للرحم دي علامة على أن هذا الإنسان إنسان صادق وتقي بالله عليك عزيني الدليل خذي الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة أول حاجة وآت المال على حبه ذوي القربة إيه على حبيدين يا معنين على حبه للمال ورغم ذلك بيطلع ويدي الأريبه أو على حبه لله فبيعطي الأريبه حبا لله هذه المعنين للجمال في آخر الآية ربنا عليه قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هم دولة أهل الصدق والتقوى اللي بيصلوا للأرحم وبيعملوا كل دوة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى قولي لا يمني بقى على الثمرات التانية الله يبرك فيك ده الموضوع حلو أو جميل أوي خد الثمر الخمسة أهل الصدق والأرحم هم المفلحون هم دول أهل الفلاح هم دول اللي هيفوزوا دنيا وأخرا إيه الدليل خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك اللي يعملوا كده هم المفلحون هم دول أهل الفلاح هم دول اللي هيفوزوا بدنيتهم وأخرتهم أخوي وحبيبي صلاة الرحن المسأل بيقول أهلك لتهلك والله الذي لا إلى غيره ما في أجمل من اللمة ولم الشمل والحب والمودة اللي بتبقى بين الأقارب بتبقى جميلة أوي حانا بيبقى ماشي في الشارع ويكون معدي كده على بعض الرجانين كده فلاقي ماشاء الله أهل صلة الأرحان مجمعين نفسهم وقاعدين مع بعض الرجانة مع بعض والنساء مع بعض وقاعدين فرحانين والأطفال بعملين بيلعبوا مع بعض والدنيا ماشاء الله يعني بيتجمعين كده يعني شكل جميل أو أوي بيبقى لوحة فرحان قوي قوي إن فعلا أسر متقربة بالمنظر ده بسعد قوي قوي لما لقى البيت كامل ما شاء الله هنا ابن عم وهنا ابن خالتي وهنا عم وهنا خالي وهنا عمتي ولقيلة كلها ملمومة ما شاء الله بدون طبعا أي مخالفات شرعية لكن فيه وده وفيه رحمة وفيه سكينة وفيه ألفة ما بينهم والله الذي لا إلى غيره ده من أسباب زيادة الرزق والبركة في أهل هذا البيت بفضل الله رقم ستة خد عندك الخير الله أكبر لا ينتهي لكن أنا اكتفيت فقط بذكر عشر ثمرات من ثمرات صلة الرحم رقم ستة صلة الأرحم لو عندك سيئات أو زنوب من ضمن أسباب أو من ضمن مكفرات الزنوب صلة الرحم لك أن تتخيل هذا قول لي معقولة صلة الرحم ربنا بيكفر بها الزنوب أو الله العظيم إيه دللي على كده حديث روى الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة أنا بيقول له أنا أعملت ذنب كبير أوي أوي فهل لي من توبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أم انت ديك أم فقال له لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها بر الخالة ليه لأن في حديث تنى روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم إيه دا معقولة آه طبعا خالتك بمنزلة أمك وإنت لما تكون الأم مش موجودة وبتبر خالتك كأنك بتبر أمك بالزبط بفضل الله سبحانه وتعالى الخالة بمنزلة الأم هو ليه النبي سألوا عن الأم وبعدين لما قال له ما فيش أم قال له بر الخالة لأنه زي مولت لك الخالة بمنزلة الأم واللي بر الخالة ده من أسباب مكفرات الذنوب والسيئات بفضل الله سبحانه وتعالى طيب رقم سبعة ناخده كده بسرعة كده قبل الفاصل إن شاء الله إن الصنة الرحم هتخلى حضرتك واتخلى حضرتك في أعلى منازل الجنة بتكلم جد أوه الله العظيم طيب الحديث صلى الله يبر فيه بتصلى على النبي صلى على النبي وقلك الحديث صلى الله عليه وسلم حديث روضت المذي أيضا بسند صحيح أن النبي قسم الناس إلى أربعة أصناف فقال النبي وأنا هذكر أول صنف بس هو ذا الشهد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما وإنما للحصر والقصر إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما ما شاء الله عالم بالدين وفي نفس الوقت رجل غني ما شاء الله ريتش مال زميله كده أخي بل فالموم فهذا رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه حق المال ده ويصل به رحمه طب ده جزاوئي رسول الله ده مكانه فيه قال فهذا بأعلى المنازل الله أكبر ما شاء الله يعني رجل الغني اللي عنده علم لما ينفق الأموال دي في السلطة الأرحام والخير ده كله ده يبقى في أعلى المنازل أي نعم بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بأعلى المنازل تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفى صلى الله عليه وآله وسلم تعال أخي وحبيبي نكمل الثمرات بتاعت صلة الرحم علشان نصر الأرحام إن شاء الله وأنا يعني إن شاء الله منتظر بقى تواصلكم في الوقت اللي جاي إن شاء الله واتصالاتكم إن شاء الله نستقبلها إن شاء الله بعد عشر ده إن شاء الله رقم 8 أخي وحبيبي من ثمرات صلة الرحم وركز معي شان الثلاثة الأخيرين دولت يعني إيه لفهم البهاريس كلها يعني الصدق على أرحامك صدقة وصلة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والتلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتين صدقة وصلة يعني إنت لما تتصدق على واحد فقير يبقى أنت كده تصدقت لكن لما تتصدق على قريبك الفقير يبقى أنت كده قدمت صدقة وصلة رحم في نفس الوقت يبقى ليك أجرين بفضل عشان كده بقول لو معك زكاة مال شوف قريبك الأول بس بشوف قريبك يكون قريبك مثلا بياخد خمس تلاف جنيه فتقول لي يستحق يعني إيه خمس تلاف جنيه فتقول لي يستحق زكاة المال عشان أنت مستخسر تديها برا لا حرام عليك إنما لو ليك قريب فقير ليس من الأصول ولا الفروع آه يجوز أن أنت تطلع له زكاة مالك بفضل الله بل يجوز يجوز للمرأة لو كان زوجها فقير إن هي تخرج زكاة مالها لزوجها بفضل الله إنما ما يجسر الزوج أنه يزكي أو يتصدق على الزوجة لأنه مسؤول شرعا أنه ينفق عليها طيب تعالا نشوف حديث ثاني روال بخاري ومسلم عن أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وارضاه أنها أعتقت وليدة لها كان عندها بنت صغيرة كده فأعتقتها لوجه الله فلما عاد النبي فقالت له يا رسول الله هل أخبرت بأنني قد أعتقت وليدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أه وقد فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك بفضل الله سبحانه وتعالى كان أعظم لأجرك أن أنت تديها لأخوالك هدية ويقاصلة رحم بفضل الله سبحانه وتعالى حديث الأخير في الموضوع ده كما عند البخاري ومسلم أن أبا طلح الأنصار لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكان عنده ما شاء الله بستين كتير وعنده أشجار كتير ونخيل كتير لكن كان أحب بستان لي كان قدام مسجد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم اسمه بيرحاء أو بيرحاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يدخل دائما للبستان ده وتحب يشرب من الماء فقال أبو طلح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء وإني أخرجتها صدقة لله فضعها حيث شئت يا رسول الله فقال النبي صلى الله بخن بخن ذلك مال رابح إني أرى أن تضعها في أقربائك أنا عايزك توزعها في قريبك فقال له أبو طلح سمعا وطاعة يا رسول الله فقال فقسمها أبو طلح بين أقاربه وبني عمه رضي الله عنه وأرضاه يبقى الصدقة على أقاربك صدقة وصلة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم تسعة دي مهمة قوي 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 وهتريحك وهتبسطك جدا جدا بل يمكن العنصر دوت هيعجب أغلب اللي عاديل قدامي بفضل الله سبحانه وتعالى رقم تسعة صلة الأرحم ركز معي بقى وعايزك تدي أكشن قوي على العنوان ده بالذات خليك معي بقى في الحتة ديت وركز معي قوي قوي وعيش معي بقلبة بقى جوارحك صلة الأرحم تعمر الديار خبالك وتثمر الأموال وتزيد في الأعمار ده كتير أوي 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 الله جد هيدالك تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم صلة الأرحم تعمر الديار وتثمر الأموال وتزيد في الأعمار ايه الدليل على كده خد عندك أربع حديث بقى حديث الأولاني روالي بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني يمد له في عمري فليصل رحمه في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يمد له في عمري خبار بقى وأن يوسع له في رزقه وأن يدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه الله أكبر تعالوا نشوف حديث ثالث روالحاكم بسنادي الحسن في أربع حديث في النقطة دي بالذات حلوة جدا ما شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعمر بالقوم إن الله عز وجل لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم يعني أهل بيت بعد تماما عن طاعة ربنا قالت ذلك قال كيل لهم وكيف ذلك يا رسول الله قال بصلتهم أرحمهم في رواية تانية وإن أهل البيت ليكونون فجرا نسبعد عن ربنا تماما فتكثر أموالهم ويطول أعمارهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال إذا تواصلوا إذا كان ما بينهم من بعض صلة رحم ربنا يكلمهم في الدنيا وحسابهم بقى يبقى في الأخرة في رواية أحمد أيضا بسنة صحيح أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار قولي بقى أشرح للحيطة ديت إنت بتقول في الحديث الأولاني من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه طيب زيادة الرزقه إزاي ما علشش يعني برضو فاهمني برضو عشان نفهم يعني إزاي زيادة الرزقه مع أن أنا لما بصل أرحامي أنا بروح أدفع فلوس وبجيب هدايا وبروح أقول لك أيوة فاكر قول النبي كما عند التلمذي بسنة صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة آه الحج والعمرة ينفيان الفقر آه مع إن أنا بدفع فلوس أيوة بالبركة في المال المتبقي أو إن ربنا يجرب لك أسبابا للرزق الجديدة بفضل الله سبحانه وتعالى إبقى ده بالنسبة للرزق طيب بالنسبة للعمر إزاي عمرها يطول معلش برضو أنا عايز كلام منطقي عمرها يطول إزاي أقول لك حبيب قلبي في نوعين من القضاء وبالله عليك بقى ركز معي في الحيطة دي بالذات في نوعين من القضاء حاجة اسمها قضاء مبرم حاجة اسمها إيه قضاء مبرم وفي حاجة اسمها قضاء معلق قبالك ركز معي في الحيطة دي في قضاء مبرم وقضاء إيه قضاء معلق القضاء المعلق شوف ربنا بيقول إيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إبقى في قضاء مبرم وفي قضاء إيه معلق إيه القضاء المبرم وقضاء معلق القضاء المبرم ما كان في علم الله في أم الكتاب لا يطلير أبدا أبدا خلاص إنما القضاء فيما كان في علم الملك في اللوح المحفوظ أن المولى عز وجل يقول الملك فلان ابن فلان ويركز معي في الحتة دي قوي فلان ابن فلان عمره ستين سنة فلو وصل رحمه لكان عمره سبعين سنة والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيصل رحمه أم لا هو ده بيسمون القضاء المعلق المعلق على الحاجة تعملها يبقى فعلا ممكن عمرك يزيد آه ممكن يزيد بس إزاي برضو بحاجتين إما بالبركة في العمر إن ربنا يرزقك بركة في العمر بحيث أن أنت تعمل في مثلا في عشر سنين اللي غيرك يعمله في خمسين سنة ويا ما شفنا ناس في أربع سنوات خمس سنوات عملوا اللي عملوا غيره في تلاتين سنة ودي البركة في العمر وإما تكون الزيادة حقيقية بالفعل زي ما قلت لحضرتك أن المولى عز وجل يملي للملك إن فلان الفلان فلان الفلاني لو وصل رحمه يبقى عمره سبعين سنة ولو لم يصل رحمه فعمره ستون سنة آخر ثمرة نقوله في صرع كده قبل ما نشوف هدايا النبع السلام إن صنة الرحم ثوابها الجنة ما نفسكش تخش الجنة يا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين حديث رؤى البخاري ومسلم أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني عن عمل يضخرني الجنة ويبعدني على النار قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشج به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم يبقى من أسباب دخول الجنة صلة الرحم أخويا وحبيبي أخت الفاضلة أبوس إيديكم كلكم أبوس إيدين كل المسلمين صلة الأرحم صلة الأرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم خاف على نفسك وخاف على نفسك أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم وذكرنا عشر أسباب وعشر ثمرات جمال جدا من ثمرات صلة الرحم بالله عليك أبوس إيديك أبوس إيديك بجد بعد الحلقة اتصل بقريبك اتصل بحبيبك عرفهم أن أنت مسامحهم عرفوا من أنت هتبتدي تصلهم صلق صلة الأرحم ووهتية ولو بسيطة قدمها لأرحمك بفضل الله سبحانه وتعالى من معانا أس الشريف طب نشوف بسرعة الأخت الفاطمة طيب سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا أهلا وسهلا سلام عليكم سلام عليكم كيف صحتك؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب ويبارك في عمرك يا رب العالمين نحن من تابعك عطول ونحبك لله ربنا يحفظك ويحفظ أهل سوريا يا رب ويبارك فيهم جميعا اتعيلي وإدعي لزعود يا الله يصلحنا ويهديناك ربنا يكرمك يا رب ويستركوا معكم في الجنة إن شاء الله الله يسمعنا معك جميعا يا رب اتعيلي وإدعي لأبطالي وإدعي لأمة المسينين أسمعين حاضر أخت فاطمة وبالله عليكي بقى مش هوصيك بسرعة الألحام ربنا يا كريمك يا رب طيب وطيري السود شوية السيد شريف بعد إذنك ربنا يبر فيك فضل السيد رمضان السلام عليكم السلام عليكم طيب أقول لهدايا ولا نكمل الصلاة طيب تعالوا شوف الهدايا الجميلة الحلوة اللي بتفرح القلب بجد اللي جات لنا لأسبوع ده الأخت ما بقدم أنا في موضوع الحجاب في الأول ما عنيش رأي أخت عبير ولمياء ونرمين وأميرة ولبنى وأسماء لبسوا الحجاب صحر محمد قالت بدأت تواظب على الوجب بتاعك اللي انت بتقوله في كل حلقة نرمين قالت بدأت حفظ الكرآن وقيام ليل وطرقت التنمص وبدأت تواظب على صلاة الفجر والصيام الاتنين والخميس شادية قالت طرقت أكل التوم لأن النبي بيكره وقالت البصل كمان ربنا بار فيك عواطف من المانيال قالت هتطلع صدق جالية كل أسبوع إن شاء الله رحاب قالت أنا حامل وهسمي ابني محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم ممدوح قال كفالت عشر أيتام عز مطر قالت بدأت تواظب على صيام الاتنين والخميس مجدى محمود قالت أنا كمان بدأت أسجل البرنامج بتاعك وبوزع سيديهات طول الأسبوع على قريبي وزميلاتي سامل وطلعت وحنان وأمجد بيصلى على النبي ألف مرة كل يوم عاطف محمد قال حجبت بناتي التلاتة ما شاء الله الدكتور جراح ما ذكرش اسمه قال هعمل عملية جراحية مجانية كل شهر الأخ سالم قال هدفع مصاريف خمسين تلميس فقير في السنة اللي جاي دي إن شاء الله محمود خالد قال بصحي عشرة من زميلي لصلاة الفجر كل يوم أحمد محمد قالت نزلت عن قضية كنت بظلم فيها واحد جاري اتبليت عليه يعني فتنزلت عن القضية دي إهاب وأحمد ورشدي قال بطلوا سجاير تهاني قالت كنت سبب في إسلام زميلتي ساكن معاه في نفس الحي الأخ صابر قال بدأت أصلي أنا وزوجتي وأولادي طيب الواجب بسرعة كده قبل ما نتلقى لقرية الاتصالات الواجب الأسبوع ده باللعرك أخوه وحبيب أخت الفاضلة أول حاجة صيام الخميس اللي جاي واللتنين ده نوازب عليه على طول حاجة تانية عايزين نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت عرش الرحمن أو كنز من كنوز الجنة فنحافظ على لا حول ولا قوة إلا بالله آخر الواجب الثالث بقى هدية وزيارة لأي حد من أرحمك بالله عليك أبوس إيديك أوعتين سصلة أرحمك علشان نبليك معنا وياك في الجنة إن شاء الله مين معنا يا سيد شريف الأستاذ زيدان السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام يا سيد شريف يا أهل وسهل عايز أسأل سؤال أتفضل هلأ أنا كرجال بادر أسرحني وأروح أزور عندي وأزور خالدي بس لماذا بالمرأة كيف ممكن تسرح لها هل الممواجب عليها برضو أن تروحي هي الزور خالاتها وعماتها طبعا المرأة لو كانت مثلا متجوزة بتاخد زوجها وتروح لعماتها وقرايبها رب فضل الله سبحانه وتعالى ما فيش أي مشكلة خالص ولو كانت مش متجوزة تاخد أخوها وتروح لزيارة عماتها وخالاتها ما فيش أي مشكلة رب الله بار فيك يا سيد زيدان أمين رب الله حفاظك سكراني يا سيد نشاء ربنا يا عزك ويسترق يا رب العالمين مين معنا يا سيد شريف طيب فأخونا يا حبيب نتوعد منذ الوقتي الله عليك سلطة الرحم وقع في يوم الآن تقول طب بس أصلاهم ما يستهلوش إحنا ما بنتعملش مع الناس عشان هما يستهلو أو ما يستهلوش لو كان هما ما يستهلوش زيارتك فإنت تستهل الأجر اللي هتاخده من وراء زيارتك إنت ليه بتزهد في الآخرة ليه منتش عايز الجنة ليه منتش عايز صحبة النبي في الجنة خب بالك إحنا ما زلنا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اللي أمرك بكده قالك صل الرحم أمرك بصلة الرحم هتسمع وليه مش تسمع ده حبيبك صلى الله عليه وسلم معقولة النبي بيقولك أنه بيقولك بيقولك في وشك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه معقولة أنت مش تسمع كلام النبي ومعقولة أنت مش تسمع كلام النبي أظن إن شاء الله الكل هيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتوقع إن شاء الله إن الاسم إيس اللي هجي للأسبوع ده كله إن شاء الله وإن كل الهدايا أو أغلب الهدايا اللي هجي للأسبوع ده كله صلة أرحم ناس هتتصالح مع ناس ناس هتكرم ناس ناس هتزور قريبة هتحبهم هتبدأ عهد جديد وصفحة جديدة إن شاء الله مع صلة الأرحم وزي ما قلتلك مش هم هم يستهلوا ولا ما يستهلوش المهم أنت تستحق الأجر ولا ما تستحقش أنت نفسك في الجنة وان نفسكش في الجنة حبيبي في الله ده نحن مع الغرب مع الغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلقهم حسن فما أظن قبل أقارب أبو محمد محمد أبو محمد من Libia السلام عليكم السلام عليكم يا شيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحبك في الله يا شيك حبك الذي يحبك فيه ربني عائزك الله يحبكم جديد سما الب sang بوشة كذي يا رب يعطيك الصحة ويجمع عزمال الاسمية والمسلمين امين يا رب العالمين وربي حتى تشت فردوس الاعلى من الجنة يا رب احنا وانت وجميع المشاهدين وجميع المسلمين وانا بنقول بشارة البشرات المسلمين كلهم يا رب يبارف فيك يا رب اني على كنت نايم يوم الاثنين سنبصايم بعد سرط الفجر اه شوف فيما نقام اني فيه حصان ابيض وعليه سارس ويقشي فلسطين ويحرر قطس الله اكبر والله بعد ذات الطائدة وكنت صايم صايم عشان غزة وعشان فلسطين ما شاء الله ان شاء الله هتحرر ان شاء الله ان شاء الله يا محمد ربنا يبال فيك ويحفظك ويكرمك يا رب العالمين دنيا واخر يا رب العالمين جزاكم نخي على اتصالك الجميل ده انا عايز ان لكم على حاجة حلو اوي جميلة نسيت اقولها لكم من ضمن الحاجات الحلو اوي في حتة ان ان سرط الرحم فعلا من صره ان يبسط له في رزق وان ينسى له في اثري فلسط الرحمة بالله عليكم عايز احكير لكم حاجة غلطوطة خالص لمدة دقيقة معلش ما كملت صلاتنا ان كان فيه يا صديق حبيبي اوي بيقول لي هو فتح محل كبير في احدى المولات الكبيرة عندنا في القايرة ففتح محل احزائي عزكم الله فكانت المباعت عنده قليلة جدا 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 وبعدين افتكر كده وقرأ الحديث من صره ان يبسط له في رزق وينسى له في اثري فالياصر الرحمة قال خلاص يعني مش على سبيل التجربة على سبيل اليقيم في كلام النبي فسأل امه فقال لها قرأ ابناء قيت له ده انتريك خالك مريض في المستشفى بقال له شهر فروح زوره قال خدت دي وروحت وزرته وبعد ما زرته اتصلت بالشاب اللي قاعد عندي اللي قاعد عندي في المحل فوقل له يا فلان ايه اخبار المباعت قال له سبحان الله المباعات النهاردة ضعف المباعات اللي كنا من بيعها من الشهر اللي فات ده خمس برات قال له ما اقول الى والله ما اسشأ الله عالما بعت الفتان يوم خدت هدية وروحت برضو ل Convener عشان اتصلت بالشاب اللي في المحل قال له ما اسشأ الله مباعات قوية جدا قال في اليوم الثالث ما رحتش زورته فاتصلت بالشاب قاله المباعات رجاء الثاني بقى الضعيفة قال بعد كده في اليوم الرابع بعد كده بدأت اتزوره وبعد كده مبتالت استطفعا زيارة الحمد لله مش لقى الموضوع سالك يا بقى منت سره ان يُنسى له ان يُبسط له في رزقي وإن ينسأ له في أثري فليس الرحمة أخوي وحبيبي نفسك في الرزق يزيد والله العظيم عليك بصلة الرحم نفسك ربنا يبارك لك في عمرك عليك بصلة الرحم نفسك أن ربنا يكرمك في الدنيا الأخرة نفسك أن ربنا يجمعك مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم عليك بصلة الرحم نتواعد دلوقتي خلاص الوقت تقريبا الرب يخلص نتواعد بله عليك أبوس إيديك نتواعد من دلوقتي إن شاء الله تخلص الحلقة ارفع التليفون لأقرب أقربائك وسلم عليهم وقول لهم سمحوني على تقصيري وابدأ من النهاردة في سرة رحمة إن شاء الله وبكرة هدايا تتوزع على قريبك وحبيبك ربنا يجمعنا وإياكم على الخير بجد هتوحشوني من هنا للتلاتة اللي جاي يعني يا خسارة هنبدأ نخرج بقى من بيت النبي عشان نرجع له تاني يوم التلاتة اللي جاي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء جزاكم الله خيرا على حصن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته